بداية من الحدث الدبلوماسي الذي تعيشه الجزائر وحتى موريطانيا خلال هذه الأيام منذ على الأقل 4 أو 5 أيام وتطورات هذا الحادث حيث أبدت الخارجية الجزائرية اليوم امتعاضها من قرار طرد المستشارة الدبلوماسية الجزائرية بالقاسم الشرواطي على خلفية اتهامه بالوقوف وراء مقال نشر بإحدى صحفة الإلكترونية الموريطانية يسئل إلى علاقات موريطانيا الخارجية وقال ابن علي شريف الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية في مكالمة هاتفية حصرية مع تلفزيون النهار أن تصرف الموريطاني غير مفهوم وأن الجزائر تعتزم تبني مبدأ المعاملة بالمثل وموقف واضح في دبلوماسية الجزائرية أكد ذات المتحدث أن الخارجية سترد في بيان على التصعيد الموريطاني في انتظار صدور هذا البيان من الخارجية الجزائرية